أكد الناطق الرسمي للقوات الحكومية العميد روكنا عبد مجلي أن خروقات ميليشية الحوثي في الحديدة بلغت 2517 خرقا منذ بدء سرايان الهدنة في الثامن عشر من ديسمبر العام الماضي وأشار إلى أن تلك الخروقات أسفرت عن استشهاد 119 مدنيا من المواطنين وجرح 685 آخرين أغلبهم نساء وأطفال وأحذر من استخدام ميليشية لرهابية الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في العاصمة الصنعاء والمدن الأخرى لتخزين الأسلحة وتحويلها إلى ورش لتصنيع الألغام والمتفجرات تعد من جرائم الحرب وانتهاكا للأعراف والقوانين الدولية وتطرق مجلي إلى الجرائم التي ترتكبها الميليشية بحق الصحفيين والمدنيين المخطفين في سجونها وما يتعرضون له من أساليب تعذيب مختلفة فضلا عن جرائمها البشعة التي تمارسها من خلال تخزين المواد المتفجرة وسط الأحياء السكنية والتي تتسبب في وقوع العديد من الضحايا في أوساط المدنيين